ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبو عبد الربو هشل ناصر مع قيادة دارة الشرطة والأمن بالمحافظة عدد من القضايا المتعلقة بسير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والواجبات الأمنية والجهود المبذولة لتوطيد وتدعيم دعيم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة واطلع هشل على سير العمل في مشروع عادة اعمار مبنى الشرطة والأمن بالمحافظة الذي تضرر جراء الحرب التي شنتها ميليشي الحوثي الإرهابية معبرا عن تقدير قيادة المحافظة للدعم السخي المقدم من الاشقاف دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة في الجوانب الخدمية والتنموية كما شدد هشل على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة إنجاز المشروع بصورة عاجلة وبما يضمن عودة المبنى إلى الخدمة قريبا ترجمة نانسي قنقر